شكرا معلقنا كابتن عزب الشرباجي إذن انتهت أحداث المبرأة كرة طائرة رجال الأهلي وليو بليس 3-0 وجاءت نتيجة الأشواط 25-16 25-14 25-18 في مباراة الحقيقة يعني حملت الكثير من فنيات ومهرات الكرة الطائرة أبراح أبو ديوفي من عورنا في سيديو المباراة الثانية كابتن ممدوح أعلم بك كابتن أحمد أهلا بحضرتك أعلم بك كابتن أحمد أهلا بحضرتك والله نعم بصراحة الواحد مبسوط من مباراة النادي هوليو بليس قد مباراة أكتر من رائع وزي ما قلنا ان هو مفروض ان الفرقة دي بتبقى في الطوب فورم بتاعينها ان هما بكافح عشان يوصل للدور الثاني فلازم لعيبة بتبقى المدرب بيحط الخطة بتاعته أو الحمل تدريب بتاعه فهم قدوا مباراة قدام النادي الأهلي مرة محترمة انتشاف النادي الأهلي لعب النهاردة لعب استراتيجية هل المشاركات التغييرات شامع طبعا نبتدى بأقوى تشكيل مع هذا مثلا لعب عبد الرحمن الحسيني هو والأحمد سعيد لعب طبعا ما كانش عنده محمد محسن ولعب عبد الحريم حبه ولعب أحمد صلاح وعبد الله وولكل لبرو المعوض يعتبر اللعب بالتشكيل القوي بتاعه جدا انه يحترم الفرقة اللي قدامه محترم برضو انه يعني يمكن كابتن ميدو خايف يحصل إصابات في مركز ثلاثة فهو عايز يخلص المباراة بسرعة يعني من نسبة لليوبلس برضو لعبه يعني كانوا نده في الأهل للنادي الأهلي في الشهد الأولاني يمكن نبتدى الثلاثة تلاتاشر تلاتاشر لحد وهو كان يعني نقطة بنقطة يمكن اللعبة دي كابتن كان عليها شوية اعتراضات يعني اللعبة دي حصل عليها لا مش دي كان فيه اللعبة التانية هنجيبها هنجيبها أكيد كان اللعبة حصل فيها شوية كلام وعايزين برضو رأي حضراتكم عليها ايوهي دي انا شايف منافعش يعني ممكن ياخد انذار بعد النقطة لكن يعني مفيش هو حولي يعني بس هو يعني أحمد صراح كان بيعترض على بيعترض على الحركة حسب حسب على الأهلي يعني هو ما عملش حاجة يعني يعني حسبها نقطة هم اعتراضهم من ياخد انذار بس ما تحسن بس حضراتكم عمل ما عملش حاجة يعني هو وما ما ديش الله يعني ممكن بس حاجة اعتبرها سوق سلوك لكن هي ما تدهاش ما يدهاش نقطة مباشرة للهليوبلس يعني هو فعلا ادى انذار اه انذار اه بس هو ادها نقطة مباشرة للهليوبلس يعني هو رغم ما دايقش الفرق اللي قدامه وحد دي لحظة وطبعا يعني اعتبرها الحاكم سوق سلوك لكن هي ما تاخدش نقطة انا او نرسل بقى فيها تحكيم يعني اكيد طب كابتن المباراة النهاردة اجل حالك كابتن مدوح لا في النقطة دي بالذات ممكن احيي الحكام النهاردة وخبر حدك تكون ان هي نجلاء طب كابتن حساس الحضراتك عشان نتكلم براحتنا خلينا نروح لأرض الملعب الاول وزملائنا في أرض الملعب وزاملنا كريم احمد ولقاء مع المايشتر الكبير عبدالله عبدالسلام اتفضل يا كريم بجادة تحقيلك من جديد يا كابتن هيسم السعيد وكل مشاهدين وكل من طبق قناة الالي في كل مكان الحقيقة جيم رائع جدا ومميز كعادة طبعا رجال الكرة الطائرة فيها للنادي الالي ماشيين بخطة ثابتة يا رب ان شاء الله بإذن الله يستمر الأداء والجدية الحقيقة اللي فيها فريق الكرة الطائرة بالنادي الاهل أنا معي طبعا كابتن فريق طبعا واحد من النجوم كابتن عبدالله عبدالسلام برحب بيك طبعا كابتني في البداية ومجود كبير الحقيقة والتحضيرات مميزة جدا لان احنا لسه مدخلناش بقى في المرحلة الكبيرة اللي احنا بنأكد على طوف فورم ان شاء الله لفترة اللي جاية الجيم شايفو ازاي حضرتوا للجيم ازاي وكلمنا على الجيم النور ده حبيب الكريم طبعا برحب بيك برحب بالكابتن عيسي مضوف الكرام وجميل ند الأهل للعزاء لقلبنا طبعا الحمد للرب عمين مباراة مهمة فريق محترم معهم جهاز فن محترم الحمد لله يعني دينا نسيطر على مجرات الأمور من أول شوت الأول مباراة يعني عكس مباراة التانية مباراة فيها فولي فيها فريق كويس عندهم خبرات دور ممتاز الحمد للرب عمين دينا نحسي من اللقاء زي ما انت شفت بتنام جدية شوت الأول والتاني التالت ماشيين شوية وقفنا شوية بس الحمد للرب عمين يعني خدنا الموتش على براء الأمان بالخبرات الكبيرة عكبتان عبدالله يعني نتيجة 3-0 ناس ممكن تشوفها سهلة شوية لكن جوه الجيم الحقيقة بيكون مجود كبير جدا سواء مستوى فني وأيضا كمان جهد من لعبة النادي مزبوط طبعا يعني كل الفرقة بتبقى ديها جاية لنالأه العامل حساب جامد فطبعا زي ما انت شايف الفرقة بتلعب من غير دغطات من غير أي ضغط عليهم فطبعا بيطلعوا أحسن مليهم النهاردة مشت معهم من شوط الأول زي ما انت شفت مشت معهم من شوط التالت بس طبعا هم اللعيبة محترمة وجاز فنه محترم طبعا ده يعني بيبقى عامل شاك من اللعيبة طبعا الكبار واللعيبة الشباب اللي موجودين معانا والجازة زي فني منها يعرف نحضر نفسان الموتش كويس الحمد للرب عمين يعني نعمل حاجة نحسن من لقاء ويعني دي حاجة كويسة في الفول لانما انت تكسب بأشواط 3-0 مقابل أي شوط يعني بتبع حاجة كويسة بتدي أريحية للفرقة بتدي وقت الراحة عشان بكرا عندنا أجازة بني جميع الموتش يطول بتسلك لعيبة كتير فالحمد للرب عمين يعني خرجنا بر الأمام بالموتش الحمد لله ننجح الفرقة للحياة للجماعية مش في مصر بس الحقيقة يا فريق الكرة الطائرة ده راجع لمجهود كبير الحياة كابتان عبدالله والله أنا من زمان يعني من ساعة ما طلعت هنا من الشباب والناشئين الصعادت مع كابتان ميدو وحمد للصاف طبعا ويجيلي الكبير مش عايز انسمنهم حد اتربنا فينا خلاص حتة المكسب فرقة جمعية من زمان بنكسب من زمان بنحص بطولات فخلاص دي بتنامينا جوانا احنا ابناء الناد الأهلي بنطلع واحدة واحدة بالموضوع دوت بنوصلوا للشباب اللي معنا فخلاص احنا تعودنا الحمد للرب عمين في البطولة تعودنا المركز اول لازم يكون حالفنا لازم نشتغل جامد نتعب جامد فالحمد للرب عمين ده المردودة بنقدر نقدمه الجمعير ربنا يكرم نكون عند حصن نظن ان شاء الله نقدر نحافظ على الدورة نقدر نرجع الكاس اللي اخسرناه السنة اللي فاتت وان شاء الله ربنا كريم بإذن الله ربنا يخليك شكرا شكرا كل الشكر والتأدير الحقيقة لكابتان الكبير لكابتان عبدالله عبدالسلام على هذه التصرحات مجهود رائع الحقيقة كابتان أيسم على مدار المجموعات طبعا على مدار البطولة حتى أدير لحظة لكن لسا مستنين الفترة اللي جاية كمان طوف فورم الكبير جدا اللي احنا عارفين عن رجال كرة الطائرة بالنادي الأهل ان شاء الله يستمر مجهود كبير بنأمل ان شاء الله يستمر النادي الأهل في السلس الانتصارات وايضا كمان الحفاظ على الإصابات يعني محتاجين مجهود كل اللعبين لكن في هذه اللحظات أعود لك والكابتان أيسم السيد زمان الكريم أحمد من الأرض ملعب أشكرك شكرا جزيرا لقاء مهم مع الماشترو الحقيقة النهاردة زي ما بيقولوا يعني كان بيبدأ كابتان عبدالله عبدالسلام كابتان مندوح كان لك تعليق نرجع بقى لما قبل اللقاء بس بحي عبدالله النهاردة والكابتان محمد مسلحي على رجوع الفنتات من أول وقتين معنى الفنتات هنا أن هي كان بيتلعب زمان قبل ما يتواروا اللعب العالمي أنه هو بيدخل كرة ستة فما كانش فيه اللعب على الشبكة أنه هو ينوع في الهجوم بين اللعبة عبدالله رجع تاني وربط الفنتات الأديمة باللعب الحديث وبدأ ينوع على أحمد صلاح وبدأ ينوع على أحمد سعيد وبدأ ينوع على الحسيني والسريع وخبر حدك من خارج التلت النهاردة عبدالله بيرسم منظومة زي سيمفونية وخبر حتك بيبدأ خلينا نشوف أحمد صلاح على إيه يعني نروح لزميلتنا من الأرض الملعب هنا أبو القاسم ولقاء مع أحمد صلاح تفضلي هنا برحب بيك كابتن هيسم من جديد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان رجال الماسترز بيوصلوا سلسلة الانتصارات ومعي في هذه اللحظات نجم النادي الأهلي طبعا كابتن أحمد صلاح في البداية طبعا برحب بيك على شاشة قناة النادي الأهلي مبروك الفوز وحمد الله على السلامة ربنا خليك الحمد لله على الفوز ورب إن شاء الله كدهنا في انصارات بإذن الله عايزين بقى حرك تكلمنا عن مبارات اليوم يعني المباراة أكيد ما كانتش سهلة بس رجال النادي الأهلي قدروا يسيطروا بشكل كامل على المباراة والله طبعا فرقة هوليبلس معروفة يعني فرقة كويسة ويعني بشكل فرقة من الفرقة السهلة فرقة كويسة جدا عندها لعبة خبرات كانوا منتخب الناشئين والشباب وكان فيه اثنين من النادي الأهلي وطبعا يعني ماتش كويس وديكت بروفة كويسة يعني إحنا مجموعاتنا الحمد لله رب العامين مجموعاتنا فيها يعني فولي غير المجموعات التانية فيها لعبة يعني فده كان بالنسبة لنا كان يعني كوجهة نزل أنا اللي دي أحسن فرقة في المجموعة عندنا بعد كده سبورتنج فده النهاردة الحمد لله قدنا ده كويس وإن شاء الله ربنا يسهل كده والأداء يبقى أحسن وإن شاء الله الفترة الجاية بإذن الله عايزين نتكلم بقى عن الفترة القادمة إيستعداداتكم لمباريات القادمة خصوصا إحنا قربنا من انتهاء الدور التمهيدي والله إحنا كل في الأسبوع يعني مرتين في الأسبوع صبحوا بعد الدهر طبعا كابتميدو يعني التمرين بيبقى تقيل يعني الفترة بيبقى تحملات كتيرة في الجيم أو في الفولي لحد لما تيجد منشاط المهمة طبعا تقرب بعد كده يبدأ الحملة يخف شوية وبعد كده بس هو ده اللي بيعمله كل فترة أو كل سنة يعني لكن طبعا عشان يسادي كمان الموسم مختلف أو الدوري مختلف أو طويل فبيبقى الحملة الفترة دي بقى أكتر وكمان في ميزة كمان انت عنديك الفرقة ما شاء الله كل اللي بتسجد بيلعب عشان كله يشارك ان أي حد كبتميده محتاجه ويبقى جاهز وموجود يعني زي ما انت قلت الموسم ده الدوري مختلف عايزين عرفها اي رأيك في طولة الدولي الموسم ده طبعا انت كان المفور يتعين من زمان يعني هو ده الفولي العالم كله بيلعبه كده هو فيه بلاي أوف وفيه تمانية كبار وفيه اللي هو رايح جاي فطبعا عشان حتى المنافس او اللي يكسب الدوري على الاستحقاك انه هو لعب الفرقة في النهائي ثلاث أو خمس متشاط فأنا شايف ان ده كان لازم تعمل من زمان وان شاء الله تكون تجربة نكحة بإذن الله في مصر وربنا يسهل حاجة مختلفة الناس تستفاد منها في الآخر استفادها للمنتخب يعني بشكرك جدا يا كابتن وابروك الفوز مرة تانية شكرا كابتن هايسام ده كان لقائي مع النجم النادي الاهلي كابتن أحمد صلاح مستمرين معاكم في مزيد من اللقاءات فقط وحصريا على شاشة قناة النادي الاهلي العبداليكم مرة أخرى في الستوديو زملتنا هنا أبو القاسم من الأرض ملعب بشكرك شكرا جزيلا وده لقائنا معاك طبعا النجم الكبير أحمد صلاح يمكن هم عندهم إحساس أكتر بالمباريات وعندهم كمان يعني يعني إحساس الدوري وبنظامه الجديد هيكون الأفضل إن شاء الله طيب خلينا نروح للقاء تاني مع كريم أحمد وزماننا من أرض الملعب ولقاء مع الكابتن محمد مسلح ميدو المدير الفني تفضل يا كريم باستمرين معاك كابتن هايسام ومع كل المشاهدين وجمهورنا العظيم جمهوري للنادي الأهلي مبروك الحقيقة النهاردة الفريق رجال الكرة الطائرة موجود أكثر من رائع الحقيقة وكل الأمور دي بنا نتكلم فيها طبعا مع المدير الفني الكابتن محمد مسلحي طبعا مبروك كابتن ميدو في البداية موجود كبير جدا يمكن بقول 3-0 دي ناس بتشوفها سهلة شوية لكن جوا الجيم الحقيقة موجود كبير والتحضيرات كمان بتكون أكبر حطينا في الجيم الأجوة ماشية وكلمنا نهاردة رضاك نهاردة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا النهاردة يعني ماتش الحمد لله في المتناول اللعبت كل التريبن اللعيبة اللي تسجله عندنا بس الأصابات هي المؤثرة شوية لأننا كنت بلعب الانتين سنتر بلوك بس عب ومحسن لقدر الله وكان حصل لهم حاجة هتبقى مشكلة كبيرة كنت مجاهز يعني حسام هو حسام موعد بس هو الوحيد اللي ممكن يقوم بالدور ده يعني يعني الماتش كان كويس بدايته كانت اكوال يعني كانت متساوية بين الفرقتين لكن الحمد لله بالإرسالات والبلوك الحمد لله قدرنا ان احنا نفرق كتير قوي بالشوت الأولاني والماتش يمشي مرتاح الحمد لله تحضير النفس مهم جدا الحقيقة كنت يوجد بالنسبالك مع التحضيرات الفنية الاكتر من رائعة بالنسبالك عندنا خبرات كبيرة وعندنا لعبين شباب لكن الدور الكبير جدا وفوت تحضير النفس ان الدوافع تكون مستمرة بشكل كبير جدا في كل مباراة هو الندي الأهلي دايما يعني بتحطي تحت ضغط واللعيبة بتحطي تحت ضغط والمدير الفرنية بتحطي تحت ضغط والإدارة بتحطي تحت ضغط كبير جدا من الجمهور لأن احنا دايما مركزنا لازم يبقى الأول والناس كلها عارفة كده حتى يعني في لايحة داخلية أنا عندي في الفرقة في المتشاط دي في دور التمهيدي إذا خسرنا شوت الفرقة كلها تخصم لها فلوش فأنا بحطهم تحت ضغط أصلا نفسي قبل ما نبتدي في الجد أو في النفسات اللي هتبقى تقيلة أو في المتشاط اللي هتبقى تقيلة إن شاء الله الدور الجاي إن شاء الله المرحلة احنا خلاص يمكن مشين فيها بشكل جيد جدا لكن إمتى هنخش في المرحلة الأصعب ومرحلة الأقوى اللي محتاجة مجهود أكبر إن شاء الله من الدور الجاي الدور اللي هو القابل النهائي إن شاء الله هنلعب بالجيش وبترو جيت دي مجموعتنا ومصر البترول هنلعبوا مرايح جاي دي طبعا مطشاط تبقى كويسة جدا وتأهيل الدور اللي هو الدور التمانية اللي هو الترتيبية لأننا نلعب من واحد لتمانية دور واحد دي برضو هتبقى أصعب والبليوف طبعا ده هو بقى اللي في كل الشغل كله اللي بتاع السنة نخشهم بورات اللي جاية يعني في عدد محدود شوية بالنسبة للعجل يعني هو عادل هو العلوشك إن شاء الله أنه ينزل اليوم الأربع عبد الرحمن سعودي صبعه في شرخ هيعمل برضو شيعة ونتطمن عليه أقود بالإستاذه حوالي أسبوعين عشان بس حتى يخش في الفورمة ومحمد رمضان هو عيان شوية لكن إن شاء الله يومين كتا ولا حاجة نحن بدين أجازة بكرة وبعد بكرة إن شاء الله نشكر أكيد كابتن الكبير كابتن المحام وصلح المدير الفني لفريق رجال الكرة الطائرة فوز مهم جدا حقيقة كابتن عيسى من نهاردة بنأمل إن شاء الله بإذن الله يستمر النادي الآلي في سلسلة الانتصارات والحفاظ كمان على بعد لأن المرحلة الإصابات مهمة جدا عندنا فاقد كبير في اللاعبين لكن إن شاء الله مع المجهود الكبير اللي بيبذل من الجهاز الفني والجهاز الطب إن شاء الله ونقدر نستعيد كل اللاعبين أقل المصابين لشاركوا مع النادي الآلي في المرحلة القادمة زماننا كريم أحمد بن أرض الملعب أشكرك شكرا جزيرا يمكن كان لقاء مهم مع كابتن محمد مصالح ميد وهو يعني طبعا نتكلم عن معاناته مع الإصابات ووضع طبيعي جدا إنه أنت يحسر الإصابات والحمد لله إنه الإصابات دي جاد بادري طيب خلينا نروح لهنا أبو القاسم ولقاء مع المدرب العام كابتن تامر مجدي تفضليها برحب بيك كابتن هايسن من جديد وبديوفك كرام وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ولسا مستمرين معاكم في لقائتنا الحصرية على شاشة قناة النادي الأهلي ومعي في هذه اللحظات كابتن تامر مجدي المدرب العام للفريق في البداية طبعا برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي ألف مبروك الفوز يعني رجال الأهلي ماشيين بخطة ثابتة جدا الحقيقة في بطولة الدوري حتى أمام اليوبلس يمكن أقوى منافسي في المجموعة أهلا وسهلا بحضرتك كل سنة ومطيبين أستاذ المشاهدين ومستمعين زي ما حضرتك شرحتي الحمد لله احنا ماشيين كويس جدا كابتن ميدو بعمل تبادل بين اللعبة والنهاردة شفنا أشراقنا حمزة وأشراقنا زياد ومجموعة صغيرة كل مطشو الحسيني الحمد لله كابتن ميدو بيقوم بالتبادل في الفرقة والحمد لله ماشيين كويس وماشيين بخطة كويسة في مطشو اليوبلس وسبورتنج نعتبر أن كل الفرقة كوية وطبعا احنا ماشيين وبنحافظ على الفوز الحمد لله فيه مع الفوز ده كمان أداء مشرف والحمد لله زي ما للناس وإستاذ المشاهدين شايفين الدنيا ماشي كويس الحمد لله جمهير النادي الأهلي دايما بتكون حريصة أن هي تطمئن على الفريق عزيح رب تطمئننا على الفريق والإصابات والله زي ما حضرك شفت لسوق الحظ الإصابتين اللي عندنا أو الثلاث إصابات محمد عدل المطش اللي فات يعني مش إصابات لا تمرين ولا حاجة المطش اللي فات إصابة وإن شاء الله أسبوع بالكتير ويبقى معنا وبودي برضو إصابة في المطش اللي قابليه إن شاء الله برضو عشر تيام ويبقى معنا إن شاء الله وأحمد قط إصابة في كتفه لأنه لسه راجع من إصابة فرجع الولد اشتغل على نفسه وحب إن هو يكون موجود مع زميله بدري عشان الدوري استناد طويل فأحب يكون بدري فيعني تحمل شواء على كتفه إن شاء الله برضو يعني إحنا في خلال الإسبوع أو مع انتهاء الدور ده إن شاء الله الإسبوع الجاي في المبارات سبورتينج يكون إن شاء الله كل الفرقة جاهزة والحمد لله يعني زي ما حررتك قلت بطولة الدوري استناد طويل عايزين نعرف بقى إيه استعدادات كل المرحلة القادمة إحنا بداية فترة أعداد كويسة جدا المطشاط دي واخدينها بمحمل الجد وكابتين ميدو بيعمل تمرين صبح وبعض الظهر والولاد ماشيين كويس كل مرحلة لها وقتها وكابتين ميدو في وصل كل وقت لمرحلته وبنشتغل عليها وإن شاء الله يعني على المدى بدليل إن الكابتين ميدو تبادل بين الناس فالحمد لله الدنيا ماشية كويسة وكابتين ميدو مرحل تدي في النهاية عايزين رسالة الجماهير النادي الأهلي يعني هي دايما عايزة تطمئن إن شاء الله البطولة بتكون في الجزيرة إن شاء الله فرقة الكرة الطيرة في النادي الأهلي يعني غني عن تعريف وجمهور النادي الأهلي بتعشم دايما خير في الفرقة والحمد لله عمرنا ما خزلناهم وبنوعدهم برضو إن شاء الله مش هنغزلهم وبنعمل أقصى ما فوسعينا وربنا يوفق إن شاء الله بشكر حالي تاجينا برسيل زوج شكرا يعني ده كان لقائي مع كابتن تامر مجدي المدرب العام للفريق مستمرين معاك يا كابتن هيسب والآن العودة لك مرة أخرى في الستوديو هانا أبو القاسم ولقاء مع تامر مجدي المدرب العام يعني الحاجات دي كلها واللقاء دي كلها بتقربنا أكتر من الفريق وتخلينا نعرف إيه الفكر إيه الاستراتيجية اللي بيكون بيها الجهاز الفني أرجع لك يا كابتن الممضوع يمكن محتاجين المباراة تحليلك الفني لها بدايتها ونهايتها والشوت الأول والتالي والتالت فضلك ويمكن النادي الأهلي بدأ المباراة وكان في ندية من نادي هيلوبلس ماشي إكوال خلال النقطة الأورانية لحد النقطة العشرة وبعد كده خبرة عبدالله وخبرة أحمد صلاح ورفعه السريع وطلب العبدالله بيعملها النهاردة من فترة طويلة ما عملهاش يمكن في الدور السنة اللي فاتت كان مصرع اللعب لأ السنة دي مصرع اللعب وبيعمل فنتات جديدة وأدمج الفنتات القديمة مع اللعب طرع الحريسة بيستغل كل نقطة واللعب برجولة وبأداء متميز لأ النادي الأهلي في حتة تانية النادي الأهلي إن شاء الله يحافظ على البطولة للسنة الخامسة ده إسفارهم السنة دي وأي بطولة حيخشها إن شاء الله يكون حافظ بالنسبة لنا إن إحنا نأخذ جميع البطولات ونتمنى لهم التوفيق وبشكر كابتن ميدو النهاردة لإسفاره على خبرة عبدالله وأحمد صلاح وبيشرك مجموعة من الناشئين والكبار بيقفوا جب الناشئين أي مجموعة لعبها وأشرك اللعبها كلها لأ لعب فيه أداء أبوكي مباركة فعلا بحقيهم النهاردة على مكسبهم ده وعلى الأداء ويستمع بالأداء ده في الأدواب القادمة لأن الموسم السنة دي زي ما تفضلوا قالوا اللعيبة طويل فلازم نحافظ على التنويع اللعب وفي نفس الوقت نشرك جميع اللعبيين ونشوف من اللعب المتميز من الناشئين اللي حيشرك نفسه في المجموعة وعشان نوصل لبنهاية على المدى أدوار الإقصائية والفرقة كلها وخلينا أستاذ الحضارك ونرجع لأرض الملعب تاني وإزمالنا كريم أحمد واللقاء مع الكابتن خالد أبو زينة مدير إداري الفريد فضل الكريم مستمرين معاك كابتن هايسم مع كل مشاهدة ومتابعة قناة الألي في كل مكان اللواء خالد أبو زينة طبعا مدير إداري الرجال لكرة الطائرة بيها اللي نادي الألي يكون معنا طبعا في هذه اللحظات مبروك طبعا نستطيع له كل سلام طيب النهاردة عيد ملادك عيد ملاد سعيد كل سلام طيب يا رب إن شاء الله بإذن الله فترة جال ما زالك تكون خير بالنسبة لنا إن شاء الله أولا بنمسي على كابتننا العظيم كابتن هايسم وده أخ لينا وأخ فاضل ودايما معنا في كرة الطائرة بالنسبة طبعا المباراة النهاردة إحنا كده قربنا على الانتهاء من الدور التمهيدي بإنا مبارايتين المباراة اللي تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية هتبقى في اسكندرية مع اسكندرية للبترول يوم الثلاث وآخر مباراة يوم الثلاثين مع سبورتينج بكده حيتصعد 12 فريق للدور اللي بعد كده تمام وحيبتدي بقى الجد زي ما بيقولوا طبعا بحب أطمن كل الجمهور بالنادي الأهلي وحب أطمن مجلس إدارة والنشاط الرياضي إحنا ما عندناش مش مهم إحنا بنده المنافس احترام كامل جدا جدا في التحضير آه آه يعني بالنسبة لنا كل المباريات مهمة ف اللي جاي بالنسبة لنا بيبقى صعب فإنما كنتش تبقى مهتم جدا بالفترة اللي انت فيها دي تمام بتتاون بعد كده فإحنا دايما متعودين إن احنا من بداية الموسم على قلب رجل واحد ما فيش خروج على المألوف والحاجة التانية اللي هي المهمة جدا إن الفرقة كل واحد عارف واجباته وعارف اختصاته إحنا الحمد لله بفضل الله والفضل يرجع لربنا وثم مجلس إدارة النادي الأهلي بقادة كابتن محمود الخطيب حصلين على العشر بطلاط في اللي أربع سنين اللي فاته بنستمر إن شاء الله بنوعد مجلس الإدارة إن احنا إن شاء الله نحافظ على هذه الإنجازات بالدوري والكاس وأفريقيا بإذن الله الفترة اللي جاية وبنوعد جمهور النادي الأهلي العظيم اللي امتبعنا على السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي إن احنا بإذن الله هنحافظ على الهدف بتاعنا ده إن احنا نوصل لأعلى المراتب بإذن الله من التتويج في الفترة اللي جاي القناة النادي الأهلي طبعاً لها كل الشكر حضرتك وكل العاملين اللي مع حضرتك أنتو ملحقنا في كل حتة ولازم نشكركم ولازم نشكر القناة كلها إن هي متابعانة في كل المباريات وامتابع اللعيبة وامتابع الجهاز يعني أعتقد إن انتو كأنكم معنا يعني كأنكم شغالين معنا وكل الشكر إليكم وإن انتو بتنقلوا كرة طيرة في النادي الأهلي للسادة المشاهدين ده شيء طبعاً بيبقى له عائد على العيبة وعائد معناوي على العيبة وعلى الجهاز وعلى الفريق فنتمنى الخير للجميع ونتمنى التوفيق وربنا ورب يكرم النادي الأهلي في كل الألعاب ويوفق الجميع إحنا إن شاء الله ربنا حيوفقنا بإذن الله عشان إحنا كلنا نوايانا صافياً لله سبحانه وتعالى إن إحنا ربنا يكرمنا العفو 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 بنشكر أكيد اللواء خالد أبو زينة طبعاً على هذه التصرحات وإن شاء الله بإذن الله تستمر النادي الأهلي في انتصاراته الجيدة وأداءه الأكثر من رائع في هذه البطولة اللي إن شاء الله بإذن الله النادي الأهلي وتوج بهذه البطولة لتدخل دولاب بطولات النادي الأهلي كزا مننا كريم أحمد من أراضي الملعب أشكرك شكراً جزيلا اللقاء مع المدير الإداري كابتال خالد أبو زينة وزا ما حداتكم عارفين إن الشق الإداري مهم جداً طبعاً عشان أي فرقة تقدر تحافظ عن تصارتها يمكن كابتال أحمد منتكلم عن الفريق وإن إحنا فضلنا مباريتين في الدور يعني خلاص الحمد لله إحنا كده قدين اللي علينا 8 مباريات تلعبوا وليه ممكن الجولة 8 مؤجلة دي الجولة التاسعة آه بس إحنا لعبنا في المجمل 8 مباريتين شايف المباريتين جايين يعني يعني هيكونوا بالمستوى لنظر نستعد به مستوى الفني نستعد به للتلات مباريت الأقوى اللي بعد كده وطبعاً يعني كابتال ميدو ماشي بالنظام إن هو يعني الحملة التدريبية زي ما كان أحمد صلاح بيقول إحنا متمرن مرتين في اليوم الحملة التدريبية عالي فهيبسمر بتروجيت بتروجيت وعندنا كمان مصر يعني يعني مش هيبقى ماتشات مش هبقى فيه ماتش سهل لأ معشان كده هو الحملة التدريبية هيبتدي يقل بس مش هو برضو هيوصل للتوب فورم بتاعه برضو هيبقى برضو الحملة التدريبية أقل شوية لكن يعني هيستمر برضو في الضغط على اللعيبة إن برضو الماتشات هتبقى لسه برضو في الدور لسه هيوصل بقى دور التمانية بعد كده فهو برضو هيبقى يعني هو الحملة التدريبية هو يعني حسب قوة الماتش فهو هيستمر برضو في الضغط على العيبة وضغط التحمل للفرح يعني يعني يبقى أقصى استفادة ممكنة من الفترة يعني يعني ماتشين برضو يعتبر ماتشين يعني سبورتيك بس ملعبها هيبقى دي ومصر واسكنديري بطول برضو يكون اللعبة المصابة إن شاء الله رجعوا اللعب المحترف الجيهز ورجع فإن شاء الله الفرحة أكيد إن شاء الله عزيزي المشاهدين خليتنا على الفاصل سريع وارجع لحضراتكم لكي نكمل تغطياتنا المستمرة مباراة الأهل يوليوبلس ولكن بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد يعني يا كابت كنا نتكلم في الفاصل على اختيارنا الأحسن لعبة كان في لعبة عجبت حداتكم وعجبت كابتل أحمد برضو كان من عبدالله عبدالله يعني برضو هو عبدالله بيثبت تقلقه دايما وأنا بحييه هو أحمد صلاح إن يكون إنهم يوصلوا للسن دا ومحافظين على ثقافتهم وعلى نفسهم بص بيشاون الكرة بيتحكم فيها بالكرة من الإعداد من الأسفل إنه هو بيغير الملعب بين أقصى اليمين لأقصى الشمال بيعداد الأحمد صلاح فهو عكس الفكر ويلفعها الحسيني في أربعة والحسيني المتقلق بقاله أكتر من كذا ماتشو بيثبت نفسه كل مرة وبيثبت للكابتن نيدور إنه هو ورقة ربحة ممكن يغير بيها نتيجة المتشاط التقيلة يعني بص يا كابتن عايز يقول لها تاك حاجة والكرة يعني عدوهان تاني يا جماعة والكرة في الهوى الإرسال كان قوي جدا أو الدرب كان قوي فالاستقبال يعني بص يعني منطقة أحسن منطقة اللي تترفع فيها فيها دي ومسافة بعيدة هو رفعها من تحت والحسيني برضو وحسيني إنه هو يلعب الكرة دي إن الكرة جاله من بعيد وتعني هو يقدر يتحكم فيها برسل بص يعني بص يا كابتن هو بيبص على فريته وعمال يشاور الكرة في الهوى فوق وبردو نرجع للبداية الديفنس اللي طلعها أحمد سعيد الكرة صعبة جدا ويطلعها من غير حق صد ده برضو بنهني أحمد سعيد على مستوى الحسيني برضو إنه يلعب لها بالأسلوب ده إن الكرة تيجيب بشوتها بالقوة دي آه يعني وحداك تتمنتفى معنا كابتن أحمد إنها لابت المورة جميل آه وفيه برضو واحدة كانت تانية برضو عملها كانت أقصى برضو من ناحية خمسة ورفعها برضو كانت بعيدة برضو كانت النقطة 17 تقريب تقريبا آه يعني طيب أبن ما نجهزها برحب بيك كابتن هيسم من جديد وبكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان يعني رجال الماسترز بيحققوا فوز على فريق هليو بلس بنتيجة 3-0 ولسا مستمرين معاك وفي لقاءتنا مع نجوم النادي الأهلي ومعي في هذه اللحظات نجم النادي الأهلي المتقلق كابتن محمد معوض يعني في البداية طبعا ألف مبروك الفوز وبنقولك في البداية الحمد لله على السلام يا كابتن الله سلامك ربنا خليك والحمد لله مكسب حل وطبعا بمسي على كابتن الكبار كابتن هيسم وكابتن المحترمين اللي معاك في الستوديو عايزين بقى نتكلم عن مبارات اليوم يعني هليو بلس منافس قوي للنادي الأهلي لكن قدرتوا تسيطروا على كل مجريات المباراة النهاردة كان ماتش حل ومتالي أقوى ماتش عبنا في المجموعة هليو بلس فريق محترم جدا الحمد لله ولعبه ماتش كويس النهاردة فبالتالي إيه استعداداتكو لفترة قادمة ننا بنتمرن يعني كتير لشان الفترة يب نسبلنا إلي حد لم يفترة إعداد في ماتشاط أبس الماتشاط في المتناول فبنتمرن صبح وليل سابت واربع وبنتمرن بقية الأيام عادي فإحنا يعني نخلز زي فترة إعداد عجان إن شاء الله قول من خلص الدور ده إن شاء الله الجد يبتدي بقى إن شاء الله عايزين كمين حالك تكلمنا عن هدفكو للفترة الجاية هو أهنافنا في نادي الأهلي بالذات يعني مع الفولي في الماسترز ما فيش لازم نكسب كل بوضالة بنعبها فمش عارف لسه نشارك في البطولة عربية بطولة أفريقيا ظروفها إيه بس أقل في دوري وكاس طبعا لازم نكسبه إن شاء الله عايزين كمان يا كابتن نعرف رأيك في بطولة وشكل بطولة الدوري لهذا الموسم الله هي حلوة يعني تغيير وكمان يعني الماتشاط إلى حد المال هي مع الفرق القوية كتيرة يعني بعد الدور ده هتلاعب بقى الفرق هم من أول تمانية هتلاعبهم كتير جيش أو بتروجيت أو زمالية هتلاعبهم خمس ستة ساعة ماتشاط في الموسم بالذات مع البلاي اوف فتجربة جديدة حلوة الناس كلها شغال بيها من زمان البلاي اوف فحلو قوي لحنا نجربها السنة إن شاء الله أخيرا يا كابتن عايزين عرف بقى إرسالتك لكل جماهيري النائد الأهلي اللي بيتابعونا أنا زي ما نشايف الصلافات يا بقى لها كتير قوي ماتشاط ملاش تعم كواستو بتزيعوا ماتشاط فبيتابعونا شوية ثم محشونا كتير يعني كنا بنلعب زمان بجمهور بيدي لك باور يعني رهيب بالذات كان هيفرق معنا البلاي اوف لو بتلعب في ملعبك وبرا ملعبك تفرق أنت تلعب في ملعبك بجمهورك فرب نكرم طبعا محشونا كتير وإن شاء الله نشوفهم بسرعة إن شاء الله شكرا جدا كابتن وألف مبروك مرة تاني ربنا خليك شكرا يعني ده كان لقائي مع نجم النادي أهلي كابتن محمد معوض الآن العودة لكم وراء أخرى في الستوديو هانا أبو القاسم شكرا جزيلا ده كان لقائنا مع محمد معوض طبعا العاد بالإصابة كان حادثة بالمناسبة في المطش ده في دور الزهاب عمل حادثة بالسيارة والحمد لله تماثل الشفاء زي ما حداتكم شايفينه أقدم مباراة كبيرة يرجع لديوك كابتن أحمد شايف النهاردة الأكبر استفادة وإيه أعظم استفادة استفادنا من مباراة النهاردة هنا طبعا يعني الأهلي يقدم مباراة ويعني برضا بحيي ناديه ليبلس يعني أنا شايف أن هم ما عملوش أخطاء فردية كتير جدا يمكن عملوا 11 خطأ في المباراة ودي نسبة قليلة جدا صحيح فكل النقطة النادي الأهلي أخذها أخذها بالمباشر النادي الأهلي آه يعني النادي له مثلا جاب النهاردة 8 إيس جاب 14 بلوك وثمان في الشوت الثالث نحن نجيب 9 بلوكات كان محمد محسن برضو جاب حوالي 6 بلوكات فيهم جبنا في الأتاك 42 نقطة فإحنا جايبين حوالي 64 نقطة من 75 نقطة فالأهلي هو الأهلي بدراعه آه يعني بدراعه فأيضي أخطاء من المناقس يعني هو اليبلس النهاردة ما شاء الله يعني هو يعني عمل مالش كويس بس طبعا كان ضد النادي الأهلي فما قدرواش أن هم يخلصوا أن هم كان عندهم الهجوم برضو يعني من طلعوا تفينس ما بس طلعواش يطلق يعني كونتر أتاك بتاعهم أو الاتاك بتاعهم كان أقل كتير قوي لكن هما مع لو في فرق تانية كويسة حيعملوا ماتش يعني حيعملوا ماتش كويس هي الكرة دي يا جماعة معلش عدوهنة تاني معلش هكتر أهلا لأسف لا هي دي هي دي اللي عبدالله خدها بظهر ورفعها لأحمد الصباح هي دي معلش نعيدها تانية هي دي بوسها كبت لعدوهنة من الأول يا جماعة معلش عشان الكابات اللي يشوفوها من الأول هي صعوبتها أن عبدالله عدها عدها وهو بظهره فدي كانت صعبة جدا هنجبر حدك قبلك لو هي دي قابليها نعم فهي اللي أصد أقول لحضرها ان هو الاستفادات كتيرة والنهارده نتيجة 3-0 بس كل اللعيبة هي اللعبة هي يا كابتن يعني هي طبعا الأول البلوك في الأول جيد راح البلعب الناحية التانية حتى الاستقبال كان جاي جدا جدا مننا بص عبدالله يرفع زي بظهره بظهره ورفعه أحمد صلاح بيقول له حط نقطة بظهره ورفعه سريع يعني مش معلهاش لا ده رفعها سريع صحيح يعني احنا النهارده كنا في حيرة بصراحة في أمرنا ان احنا نختار أنه يباصة لعبدالله حلوة كابتن منذوح وفي توافق بين عبدالله وبين أحمد صلاح عشرة العمر بصها لك رفعها زي رفعها سريع سريع يعني بالبرج دي بيرجع لتمكن عبدالله طبعا لا وشايف وشايف أحمد صراح في الملعب ازاي يعني احنا مش شايفينه لا هو توافق احساس وخباحاتك في يعني دويته بين عبدالله وأحمد من زمان وكل مدى بيزداد خبرة وتقلق فلا بنحييهم يعني بصراحة نهارده وخلينا أقول لك برضو كابتن كان فيه كرة في الشوت الأول برضو ابتكرتها لما عبدالله رفعها لعبه فعبه لعبها في البلوك عبدالله رح أعمل الكرة الباية رح نفعله نفس الكرة هو عبدالله عنيد عبدالله من النوع لازم أما بيدي لعيب معين لازم يخلص الكرة فهو النهارده كون ان هو بيشغل لعيب التلتات من نص التلت ومن بره التلت ده حاجة جميلة جدا جدا ان هو بداي نوع بشغل كل الفرقة صحيح فلا ما شاء الله كابتن من المدشي كان حلو وبصراحة النهارده استمتعنا جدا وأنا الحياة تشكرك كابتن ممدوح كحان ورطين وشرفتين النهارده والحياة استمتعت جدا بتحليلها كلها سعيد أن أنا تواجدت معكم النهارده مع كابتن أحمد زكريا ومبروك للنادي الأهلي وإن شاء الله عبدالله بيكلب على البطولة إن شاء الله كابتن أحمد تشكرك الله خليك شكرا الله خليكم مبروك نادي الأهلي وإزاي اللعيبة قالت نحن الأحسن ماتش لعبو النهارده وإن ده كان فرقة محترمة فالأهلي كل ما فرقة بتبقى قوية الأهلي بيقدر اللعيبة بتقدر تضلع أحسن عاجة عندها إن شاء الله عزيزي المشاهدين دي كان جولتنا النهارده من السيدي الأبطال ألف منهم مبروك نادي الأهلي هاردراك نادي اليوبلس وانتظرونا في جولة جديدة مع السيدي الأبطال وزي ما أعدنا حضراتكم هنكون دائما أبدا جنب أبطالنا في كل مباراتهم بشكركم شكرا جزيرا لحضركم